العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة منتخب ايران يوم 16 نوفمبر الحالي في اخر مباراة وديا من جهة اخرى الناخب الوطني الجلال القادري باش يعلن اليوم رسميا عن القائمة النهائية للملعبية اللي باش يمثل المتخبى التونسي في مونديال قطر 2022 في نفس الاتار اخبار عن عدم توجيه الدعوة لمدافع الكويت الكويتي بلال العيفة للمشاركة مع المتخبى التونسي في مونديال قطر خاصة ان العيفة ما تحولش مع زميله في نفس الفريق طه ياسي الاخنيسي اللي كان سافر البارح والتحق بوفد المتخبى التونسي في المملكة العربية السعودية محليا وفي بطولة الرابط المحترفة الثانية البارح دارت الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة ذهاب لحساب المجموعة الثانية نيدي حمام لنفت فوق الملعب السفيق ستنيد مقابل سفر بنفس النتيجة قويفة قفصة انتصر على سبورتينغ بنعروس سبورتينغ المكنين انتصر على مكرم المهدية ثنين مقابل واحد القلعة الرياضية عادلت أمام جماعية جربة هدف مقابل هدف وشبيبت العمران ربحة الترجي جير جي سي هدف مقابل سفر الترتيف المجموعة هذه في الصدارة تلاثة في رقهم الهم هامة قويفة قفصة وهي للمسيكنة بعشر نقاط في المرتبة الرابعة قلعة الرياضية سبعة نقاط في المرتبة الخامس شبيب تلاغ عمران بستة نقاط في المرتبة السيسة جامعية جربة بخمسة نقاط في المرتبة السابعة ننقاو الملعب اليبسي والسبورتينغ المكنين باربع نقاط والمرتبة العاشرة والأخير ننقاو فيها ترجي جير جي سبورتينغ بنعروس والملعب اللاس فيق سي برسيدة لثانيقاط نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة اليد منتخبنا التونسي للكبرياتي وصل مشاركته في بطولة أفريقيا في السينيغال وبعد انتصاره على المغرب وغينيا وهزيمته أمام مصر البارح منتخبنا نقاط لهزيمة ثانية أمام منتخب الكونغو وبنتيجة 25 مقابل 20 في مقابلة الجولة الثاثة والأخيرة من الدور الأول في البسكيتن هالربعة تتلعب الجولة الأولى إياب من بطولة المحترفين الخمسة مطار عشية الشبيبة القيروانية تستضيف الملعب النابلي النجم الراتسي في موجات الزهرة الرياضية الاتحاد المناسير يستضيف اتحاد لانصار شبيبة المنازل تواجه الدالية الرياضية بقرومبيليا والستة مطار عشية قمة الجولة في القاعة الأولمبية بيسوسة بشتجمع بين النجم السحلي والنادي الإفريقي في الكرة التايران هالربعة تتلعب الجولة الخامسة ذهيب دربعة مطار عشية النجم السحلي واجه فاتح حمام لغزيز ومولديت بوسيل امتلعب ضد الأولمبي القليبي بقيت المواجهات الستة مطار عشية ترجي واجه اتحاد قرتاج مستقبل مرسا يلعب ضد سعيدية سيدي بوسعيد اتحاد النقل السفيق سيستضيف نادي حمام لنف في الرياضات الفردية المتخبل تونسي لتك واندو بشيست هال اليوم مشاركته في بطولة العالم المكسيك 2022 وبش تكون فيها تونس ممثلة بكل من البطلة الأولمبي محمد خليل الجندوبي المصنف اول عالميا في وزن 58 كيلوغرام في راسل قاتوسي في وزن 74 كيلوغرام وياسين البرهومي في وزن 63 كيلوغرام الى جانب كل من شيمة تومي في وزن 53 كيلوغرام وعوهود بنعون في وزن 49 كيلوغرام خارج تونس وفي ابرز مقابلة البيرح في البريمير ليغة الانجليزية برايتون ننهزم امام استون فيلا 2 مقابل 1 وبنفس انتيجة فلها من قد الهزيمة في اللحظات الاخيرة على ارضية ميدانو امام منشستر يونيتد في الجولة 5 مستاش من البوندس ليغة الالمانية ماينز اتعادل امام انترخت فرانكفورد هدف مقابل هدف وفريبورد انتصر على انيون برلين 4 هدف كيملا مقابل هدف في الجولة 5 مستاش من السيرياتا لنتن هزم امام انتر ميلانو 3 هدف مقابل 2 في قمة الجولة وايس روما يكتفي بالتعادل في الولمبيكو امام تورينو هدف مقابل هدف في الجولة 5 مستاش من الليغ الفرنسية البي اس جي يضرب بقوة ينتصر على اوكسير 5 هدف كيملا مقابل سفر ومونكو ينقذ الهزيمة في قمة الجولة على ارضية ميدانو امام اولمبيك مارسي 3 اهداف مقابل 2 نختمو نشرتنا بمعلومة صحية تساعد الرياضة في زيادة مرونة المفاصل والاوتار مع تحسين عمل الجهاز الهضمي بالاضافة لزيادة ذخ الدم في الاوعية الدموية الى كيفة انحاء الجسم هذا كل ما عنا في لايف سبور اجمل تحيات سيدة رابل سي وان شاء الله نهاركم زينا لايف سبور اخبار ومواعيد رياضية